المحلل السعودي حمد أدبيخي في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا في مباراة العراق وكوريا الجنوبية زعلنا كثيرا على أداء العراق على الرغم من هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي كانت بجانب المنتخب العراقي لكن الأخطاء من جانب الدفاع العراقي زعلنا عليه كثيرا كانوا منضبطين تماما لكن ثلاثة أخطاء من قبل الدفاع العراقي كلف المنتخب العراقي ثلاثة أهداف على الرغم من إيقاف المنتخب الكوري بطريقة رائعة من المنطق أن يستحوذ هكذا المنتخب الكوري الجنوبي لأنه على أرضه وبين جماهيره وهو مطالب بالفوز أكثر من العراق لذلك علينا أن نقول قول الحق كان المنتخب العراقي قام بالحد من خطورة المنتخب الكوري لو لا الأخطاء وكان بإمكان المنتخب العراقي أن يطلع بنتيجة متعادلة لأن المنتخب العراقي كان قريب جدا من التعادل وكان يستحق ذلك نطالب من الجماهير العراقية أن تقف بجانب المنتخب العراقي لأنه قدم أداء رجولي ومشرف أمام المنتخب الكوري العنيد نجم المنتخب العراقي السابق يونس عبد علي في تصريح صحفي قائلا أنا جدا مسؤول عن كل حرف أقوله وأمام الجميع ما يحدث في المنتخب العراقي هو بأمر من أعضاء الاتحاد العراقي وأنا أحمل يونس محمود كل المسؤولية عندما يتعفر المنتخب العراقي أو يظهر بنتائج مخيبة للآمال يونس محمود بالإضافة إلى أعضاء آخرين سوف نتكلم عنهم قريبا هم من يضعون التشكيلة الخاصة بالمنتخب العراقي في بداية الأمر كان كاساس هو من يدر الأمور بدون تدخل أي عضو من أعضاء الاتحاد وبفترة قريبة جدا حصلنا على لاعبين مغتربين وصلوا إلى ما يقارب سبعين لاعبا مثل العراق على جميع الفئات وهذا الأمر لم يعجب يونس محمود وبعض الأعضاء والجميع سابقا شاهد أن كاساس يلعب بتشكيلة أغلبها لاعبين مغتربين وهذه كانت قناعة كاساس وكانت نتائج إيجابية جدا للمنتخب العراقي وبعد انخراط الوضع وبدأ التدخل في تشكيلة المنتخب العراقي المدرب وضع شروط وطالب بزيادة عقده ماليا وذلك لضمان حقه وماذا يحدث في المنتخب العراقي لا يهمه هكذا أصبحت الأمور الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يرشح هدف أيمن حسين بمرمى كوريا الجنوبية ضمن أجمل أهداف الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المدرب العراقي هادي مطنش في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا هناك لاعبين بالمنتخب لا يستحقون أن يلعبوا بأندية الدوري المحلي وليس بالمنتخب المدرب المحلي غير مشتهد وهناك مدربين يتعاجز يكتب حتى وحدة تدريبية خفر تباس في تصريح صحفي قائلا يجب على الأنديات العراقية تطوير مواردها وجلب رعاة خاصة لهم من أجل زيادة مدفيلها السنوية حضرت مباراة افتتاح الدوري هذا الموسم وكانت أرضية ملعب دهوك ليست جيدة لكن باقي التفاصيل كانت بصورة جميلة جدا البنى التحتية للأنديات العراقية ضرورية جدا كفة الجواند الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباراة فلسطين أمام كوريا الجنوبية في أستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية يوم التسع عشر من شهر نوفمبر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين العراقي زيدان إقبال يعود إلى التدريبات الجماعية مع فريقه أوتريخت الهولندي بعد تعفيه من الإصابة ويغرد عبر حسابه في الإنستغرام يسعدني العودة إلى الفريق بعد فترة من الغياب المحلل الرياضي بسام رؤوف في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا اللاعب بيتر كوركيس هدية من السماء بيتر النجم قادم بقوة للمنتخب العراقي ولم يبقى إلا القليل لإكمال أوراقه الثبوتية من أجل أن يصبح لاعب عراقي الحكم الدولي الإيراني علي رضا مرشح ضمن الأسماء لقيادة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني في الجولة المقبلة الاتحاد الأسيوي في بيام لا يهمني ما مضى الحكم الإيراني علي رضا واحد من أفضل حكام قرة آسيا إذن ليس من المعقول بسبب خطأ يستبعد من إدارة مباراة بين العراق والأردن هذا مستحيل الاتحاد الأسيوي هو من يحدد الحكام على إدارة المباريات ولا يحق لا دولة أخرى أو منتخب آخر أن يقدم اعتراض على حكم ما في السادق قبلنا بهذه الأمور أما اليوم لا نقبل بهكذا من جميع الاتحاد العربية والأسيوية لكرة القدم أرجع اللاعب العراقي السابق صفوان عبدالغني سبب خسارة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات كأس العالم 2026 إلى إجراء إداري يتعلق بالاتحاد وخسر المنتخب العراقي أمام مستضيفه الكوري الجنوبي بهدفين مقابل ثلاثة يوم الثلاثاء السابق ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الحاسمة المؤهلة للمونديال وقال عبدالغني لموقع المستديرة الرياضية إن منتخب العراقي يتوجب عليه نسيان مباراته أمام كوريا الجنوبية والتحضير المبكر لمواجهة الأردن المهمة والمفصلية في مشوار التصفيات لأن الفائز فيها سيكون هو الأقرب للتأهل المباشر إلى كأس العالم ومرافقة كوريا الجنوبية خصوصا أن الشمشون هو الأقرب وفقا للواقع والمعطيات وأضاف قائمة المدرب الإسباني خيسوس كاساس يجب أن تكون عامرة بالأسماء الجاهزة التي بإمكانها إحداث الفارق والتغيير المطلوب في المباراة المقبلة التي ستكون صعبة للغاية خصوصا أن المنتخب الأردني تطور في الفترة الأخيرة وبإمكانه مجارات أي منتخب في آسيا لذلك لا بد من استدعاء جميع اللاعبين المهمين للمباراة وأكمل منتخب العراق ما زال بإمكانه خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة كل شيء سيكون بيده يجب أن يستثمر أي مباراة تقام على أرضه وبين جماهيره لأن ملعب البصرة ينح حافزا كبيرا لللاعبين ليقدموا كل ما لديهم وهذا الأمر كان غائبا عن المنتخبات العراقية بسبب إقامة أغلب المباريات خارج البلاد صفوان عبدالغني العراق يضم لاعبين لا يستحقون ارتداء قميصه وتابع المنتخب العراقي بات يضم مجموعة أسماء لا تستحق ارتداء قميصه لا يمكن استدعاء أي لاعب بمجرد أنه تألق في مباراة أو مبارتين الاستدعاء يجب أن يقتصر على الأفضل ومن يستحق فقط وأعتقد أن قائمة العراق في مباراة كوريا الجنوبية ضمت الكثير من اللاعبين الذين لا يستحقون تمثيل الفريق وهذا سببه إجراء إداري من الاتحاد العراقي يتعلق بعدم تشكيل لجمة المنتخبات التي تكون مهمها تقييم عمل المدرب وينفرد المنتخب الكوري الجنوبي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيب عشر نقاط من أربع مباريات مقابل سبع نقاط لكل من الأردن والعراق وثلاثة لكل من عمان والكويت ونقطتين لفلسطين وستقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم أربع عشر نوفمبر تشرين الثاني حيث تلتقي الكويت مع كوريا الجنوبية في العرضي وعمان مع فلسطين في مسقط والعراق مع الأردن في البصرة